ترأس سمو الشيخ مصور بن زيدان انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة ابو ظبي وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المبادرات والسياسات والمشاريع الهدفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة اضافة إلى مناقشة النتائج المحققة في مجال تنظيم سوق العمل والتوطين والقطاع الصحي وفي الشؤون الحكومية استهرض المجلس عددا من تقارير عام 2023 بشأن نتائج وانجازات بعض المجالس والجهات الاتحادية